بنت إسرائيل استراتيجاتها العسكرية على أساس الردع السياسي والعسكري لمصر وباقي الدول العربية لخلق الإحساس لديها بالعجز عن اتخاذ قرار الحرب والعجز الأكبر عن تنفيذ هذا القرار ومن هنا كان لابد من عمل يهدر النظرية الأمنية الإسرائيلية فكانت خطة الخداع الاستراتيجية خطة الخداع الاستراتيجية وكانت من سبع نقاط داخليا ودوليا وعالميا بدأنا يحطها عرضها عليه السادات صد عليها السادات في 11 مباراير 73 وقال على براجة الله اشتغلوا فيها فأعلننا عن عمر رمضان وبعدنا الخطفة الجيوش والهاية التنظيمة دارة والشؤول المعنوية والفرق أن كل فرقة يعين حدد محدود من الزباط الزباط الصف عشان يقدوا العمر في رمضان وحنعمل لها ثلاث عمرات ثلاث أفوال وبعتلنا البيانات فعلا بعتلنا بات الدفع الأولى وبدأنا جهازنا جوزات السفر أول حاجة علشان ما نبينش ان احنا هندخل خرب وان احنا بيندافع عن نفسنا وليس عندنا أي نية هجومية فعملنا منورة أعلننا عنها في الجرائد المصرية المناورة لمدة سبعة أيام من يوم واحد إلى سبعة أكتوبر تلاتة وسبعين ونشرت في الصحف فكل الناس عرفت استدعينا آلاف من الجنود والزباط الاحتياطي ليحضروا المناورة لأنها زي أي تدريب عادي اللي موجود بعد ثلاث يام الأول منها سرحنا آلاف منهم غير مطلوبين راح الوزارات وراح القرى وأهم حاجة راح السفارات الأجنبية خصوصا اللي بيساعده إسرائيل علشان يقولوا المناورة التالية في يوم الخامس من أكتوبر عام 1973 أصدر الرئيس أنور السادات بصفاته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية توجيها بعمليات استراتيجية للقائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل وكان ينص على الآتي توجيه استراتيجي من رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الفريق أول أحمد إسماعيل علي وزير الحربية والقائد العام لقوات المسلحة واحد بناء على التوجيه السياسي والعسكري الصادر لكم مني في أول أكتوبر 1973 وبناء على الظروف المحيطة بالوقت السياسي والاستراتيجي قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية الآتية ألف إزالة الجمود العسكري الحالي بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 6 أكتوبر 1973 تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة من الأفراد والأسلحة والمعدات جيم العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة اتنين تنفذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية رئيس الجمهورية أنور السادات واتشت ما تخليش حاجة تفوتك